في موضوع اخر اشتكى العديد من المولين بولاية تيارت من التذبذب الحاصل في حملات التلقيحات التي تتم كل سنة بطرق غير منتظمة حسبهم بما جعل مشيتهم عوزة الامراض كالذي سجل هذه السنة حيث اشتاح داء الجذري مشية المولين وخلف لهم خسائر كثيرة التفاصيل مع الديار من داوت تعتبر ولاية تيارت من بين الولايات الهامة في تربية الماشي التي تبقى بحاجة الى متابعة دائمة خاصة في حملات التلقيح التي تلقى شكاوي وعدم رضا من طرف عشرات المربين بسبب التذبذب في تنظيم هذه الحملات وتسجيل خسائر بسبب داء الجذري البنار هم ما يجبوهاش في الوقت تائها هي في الحق جي في مارس وجي في فيفري راها تتأخر بزيف هم يخافوا إلي اللحم وإحنا تضرنا المال السنة راها مات المال بزيف من سبب اللي تتأخرت بزيف جانال جذري وكان جات في وقتها ما تضرش المال الفاكس هذه كارها ما تقوم شوي ما تجيش في الوقت بلا كوموند وماراج مقيمين هم ما يديروش غالا كونتيتي اللي تطلب اليها وخطرات يجو خطرات ما يجوش فولاية تيرت تحوز على أكثر من مليوني رأس من الماشي التي لم تلقح جميعا مما شكل صعوبة لاحتواء الأمراض الحيوانية التي تنتشر كل سنة نحن يا ولاية تيرت عندنا ما يقارب أو أكثر من مليونين رأس ولكن تلقينا مليون وثمانمائة لقاح راح كاين واحد المشروع راح في قيد الدراسة مع مدرية المصالح البيطارية في وزارة الفلاحة والتنمية رفية وسيد البحري بالتنسيق مع ولايات السهوب السهبية باش نديروا إن شاء الله برنامج من أجل التلقيح في هذه المناطق يكون يتوافق مع عملية الترحال ففي وقت تبقى مطالب المربي تذهب لتنظيم حمالات التلقيح فيما تتجه مصالح البيطارة لمشروع جديد للتلقيح بمشاركة الولاية السهبية تبقى الثروة الحيوانية معرضة لمزيد من الأمراض ترجمة نانسي قنقر